بصواريخها الباليستية العابرة للقارات وببرنامجها النووي وما نتج عن ذلك من قلق متزايد لدى جيرانها والمجتمع الدولي تصدرت كوريا الشمالية أجندة المجتمعين في منتدى أمني سنوي عقد في سنغافورا وإلى جانب فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية الدولية على بيونج يانج تبذل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودا دبلوماسية مع الصين لكبح برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية بيد أن الدولة المنعزلة التي أجرت سلسلة من التجارب الصاروخية في الآوينة الأخيرة تعهدت بتطوير صاروخ مزود برأس نووي يمكنه الوصول إلى البر الرئيسي الأمريكي ووصف وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية تجاه جيرانها وكل العالم بالواضح والقائم على حد تعبيره استمرار كوريا الشمالية في السعي لامتلاك الأسلحة النووية والنهج الذي تتبعه في ذلك ليس جديدا فقد زاد النظام من وتيرة جهوده ونطاقها وإلى جانب تصريحات متهورة فإن برنامج كوريا الشمالية الحالي يظهر نية واضحة للحصول على صواريخ باليستية من الأسلحة النووية بما في ذلك القذائف العابرة للقارات التي تشكل تهديدا مباشرا وفوريا لحلفائنا الإقليميين وشركائنا وكل العالم ويلقى التحرك الأمريكي للتعامل مع كوريا الشمالية بما يلزم دعما من جيران كوريا الشمالية لأسيما اليابان وكوريا الجنوبية التين تشعران بأنهما في مرمى مباشر لسواريخ كوريا الشمالية التهديد الأمني الذي تشكله كوريا الشمالية على المنطقة وخارجها دخل الآن مرحلة جديدة ومن أجل تصدي لتهديد كوريا الشمالية فإن التحالف الياباني لأمريكي زاد وعمق من تعاونه وتنسيقه الولايات المتحدة أعلنتها بصراحة من خلال الأقوال والأفعال بأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة وأنا أؤيد بقوة الموقف الأمريكي وتأتي هذه التطورات غدا تتبني مجلس الأمن بالإجماع قرارا أعدته الولايات المتحدة ينص على إدراج رئيس الاستخبارات الكورية الشمالية وثلاثة عشر مسؤولا آخرين وأربع هيئاتنا على قائمة العقوبات الدولية بالإضافة إلى قول المندوبة الأمريكية نيكي هيلي إن بلادها ستظل على أهبة الاستعداد لبواجهة بيونج يانج بوسائل أخرى ترجمة نانسي قنقر